مرحبا انا محمد عقل درس جديد بخصوص الاعلام اليوم رح نحكي فقط عن بلغين متخصص في الاعلام مع برنامج after effect يعني كيف ممكن تطلع عالم بيعطيك simulation حقيقي لحركة العالم مع result كتير مبهر بتفاصيل دقيقة جدا ممكن تعملها بالعالم من ناحية رياح من ناحية نوعية الاقمشة من ناحية حتى مكان الدبابيس اللي موجودة في العالم عن طريق فقط ال after effect ما رح نستخدم برنامج تاني بس رح نستخدم بلغين من شركة اسمها زاكسويرد اللي هو متخصص في هذا المجاني البلغين مش مجاني فحاولوا جيبوه بطريقتكو انا رح اشرح عن البلغين من الصفر رح احاول احكي كل التفاصيل اللي فيه طيب خليني نتواجه مباشرة لل after effect اول اشي بعمله new com بالsize اللي بتكويا ما بيفرق المهم تبدو عن طريق solid layer solid layer انا ctrl y بتنزل solid layer بتروح على effects وبس تكتب flag رح تلاقوا انا زي ما انتشايفين عن زاكس ويركس و اا ال 3d flag موجود تحتي فمنحمله منحطه على solid layer هلا اول اشي رح تشوفوه انه مباشرة البرنامج بقدم لك علم مع السارية تبعته بنص الشاشة اا جاهز للحركة مباشرة انا اول ما اعمل space رح نزل شوية resolution بس عشان يكون اسرع شايفين الحركة جاهزة بس الحلو بالموضوع انه انت عندك حركات جاهزة وعندك حركات انت ممكن اضيفها بطريقتك الخاصة انا على سبيل المثال اذا كنت بدك علم حركته بطيئة ممكن تعملها بدك علم حركة الرياح تبعته شديدة ممكن تعملها فالتفاصيل الدقيقة هاي ممكن انت تعملها زي ما بدك custom كامل فخلينا انتقل مباشرة للبلغين واعرفكم على الواجهة تبعته في البداية بعدين نشتغل على علامنا الخاص خلينا نبدأ في البداية عنا هون البلغين هاي الصورة اللي موجودة هون المكتوب عليها 3d flag version 4 هيدا اللي هو اسم البلغين طبعا اذا كبسنا عليه رح ننتقل على شاشة ثانية رح ارجع لها ثمان شوي في عنا هون set flag image هون يعني موضوع شايفين straight forward سهل كثير بس انه بحكي لك اعطيني شكل العلم اللي بدك اياه العلم تقدر الدخله باكتر من امتداد jpg او bng او photoshop بس انا رح اسخدم هلأ jpg فبس كل اللي عملته اني دخلت علم استخدمت علم الاردن نزلتو من جوجل بس تحمله بتحطوه على ال timeline وبتطفوه مش ضروري يكون موجود مهم موجود يكون على timeline طبعا هاد احد الطرق اللي ممكن تستخدمه لدخل العلم بنروح على set flag image بس تختار العلم تحكي له انا بدي مباشرة بتركب جواته فحاليا احنا صار عنا علم تتحرك بطريق احترافية جاهز ولكن خلينا نروح على التفاصيل الثاني بحكي لك هون set flag size قدي حجم ال flag بكياء تكبره تزغره خمسين فانت بتختار الحجم مناسب راح ارجع خلي اربعمية لهو الحجم ال standard اه منروح على الفلاك الفلاك بول هاد اللي هو بحكي لك ايش الشكل الساري بدك اياها فميديوم في عندك اللي هي مسلا اه قرضان دابل بول شايفين ساريتين حسب المشهد اللي بدك اياه انا بالعادة صراحة ما بستخدم سارياتي ما بحاول احطنا فما بدي ساريه ابدا منروح على ال dynamic بيسألك هون انه انت بدك العلم يطلع شكله زي كأنه شوفهم شو التفاصيل عندنا هون ما راح اشرح اقول لا وسوف احطيكم مثال tiny flag علم صغير فحركته راح تكون زي كأنه tiny flag طبعا لما انا حطيت هون البول دابل اعطاني زي كأنه ممسك من الجهتين راح ارجعون هون عم بحكي لك انه tiny flag علم صغير اذا منروح على ميديوم مثلا علم اكبر شوي طبعا مثلا اللي بيشوفوا علم ضخم مثلا زي السري اللي موجودة في عمان بتكونش حركته سريعة بتكون مثلا like a big flag مثلا او فى حتى اكبر في عندها كونا giant flag شوفوا حركته كيف صارت ابطأ واتقل فصار واضح طبعا انا هلأ العالم بقدر انزله طاحت بس عشان عفوا بس عشان نقدر ايه نشوفه راح انزله لمص الشاشة هذا هو العلم فحاليا عم بتعامل مع العلم صعب زي حجم كبير طبعا هون في عنا الستايل تبع السارية كوني انا شلته فا مش رح تبين لو بقدر رجعه هون خلينا نحكي ميديوم لما ترجعها بترجع بالنص بديك ترجع تحركها في هون بيحكي لك القبة تبعت السارية ايش بدك يا راون او بدك يا سكوير مسلا رح تحول كلية سكوير في عندك بول في عندك مسلا دوم في عندك اشكال كتير للسارية خلينا احذكها انا عشان بس نفتاح ونزلها تحت مص الشاشة عشان انا دا نشوفها بالزبط ها هي فاذا طلعنا على من فوق رح تلاقي انها دوم اللي هي زي قبة ممكن نختار مثلا عصبين المثال في اشكال كتير في هون مثلا هالشكل مثلا بيحكي لك مثلا بوصل دائرة تدع تحط فيها علم تاني فانا برضو بالعادة ما بحط اشي لانا انا بالاساس ما بختار سارية فحكينا هون عندك شكل السارية في عندك هون شكل القبة تبعتها برضو عندك هون البطم من تحت كمان ايش بدك الشكل فهاي كل التفاصيل عند تحت الفلاكبول هاي العلاقة بالسارية فانتو اساسا وانت عم بتتقلب فيهم رح تفهم ايش هما كل واحدة لانه مباشرة عم بيعطيك الريزولت على الشاشة انا صراحة رح اشيلها لانه ما بفضلها بحس انه اتعب الناعجة فاشلناها رح نطفي هادي الخيار ورح نروح هون على فلاكبوزيشن الموضوع كتير يعني مفهوم فلاكبوزيشن وين بدك مكانه بالشاشة طبعا ازا بتلاحظوا كل اشي من هون اتدار تحط علي كيفريم فانا رح اختار انه البوزيشن تبعه بالزد اللي هو العمق دي اربه شوي لعندي رح انزله شوي هم حاول انصفه بالشاشة هنا اي كبرت العلم خليته بنص الشاشة هلأ لو اكتفينا باللي عملنا له هلأ فصال عنا علم جاهز ممكن طبعا تخرجوه على الفة يكون مطرغ ممكن تستخدمه زي بي ففي عندك مية طريقة ممكن تستخدمه لكن خلينا احنا نكمل الشرح وصلنا لعنده لترانسفورم وين التوديه لفوق يمين شمال كزا في عندك لير ماب هاده تفاصيل كتيره لانه ازا بدك تعمل زي كنه اكتر من طبقة من العلم فوق بعض تقدر تختار كمان علم تاني وعلم تالت وحطهم فوق بعض ممكن في حدا يكون مثلا ما بعرف يعني اجاه مشروع معين له علاقة في هاي التفاصيل وممكن نستخدمه في عندنا الترانسفورم اللي هو هلأ شو بتفرق هاي بس عشان نكون عارفين شو بفرق هاي الترانسفورم اللي تحت عن اللي فوق هاي اللي فوق مكان العلم على السارية اللي تحت اللي هي المكان كامل مع السارية مع كل اشي بس كون نشلنا السارية مو مبينة فهون زي كأنك عم بتزيحوا مع السارية طبعا ازا شلتوا السارية فبطل موضوع فارق كتير طبعا في عنا هون روتاشن كمان تقدر تلفوه تقدر تلفو العلم طبعا هون لفوق لتحت تقدر تلفوه لا هو فعليا عم بلفس لانه الاكسس تبعه بعيد لو برجع الزد لورا بيبين معاي لو هاي روتاشن شفتو كيف هو عم بلف حاول حاول انكر بوينت معين بس انكر بوينت بعيد خلينا نشوف كيف فالمهم هادا هو الروتاشن تقدر تلفوه يعني هيني لما زبطت الانكر بوينت شفتو كيف صار بتقدر تلفو يعني مثلا بديها وجهه لعنة فقط فصار عنا الوجه تبعه لعنة طبعا حركتو بوضيعا فانا رح ارسة هدول صراحة عشان ما يعني ما ننعجب فيهم هاي رستناهم ريسيت 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 تمام احرجع هدول كمان ريسيت 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 تبعت الحركة بالاغلب انا صراحة كمان بستخدم ان يكون دايما بالنص حسب المشهد اللي بتكريها اذا كانت كون مشهد فرضا والسارية لها مكان محدد لازم تخطوه عليه فتحركوه عن طريق الـ تمام هلأ هون الـ starting position هون بيحكي لك انه بدك اول الحركة هل يبدأ مباشرة وهو عم بيرفرف او تحكيولو مثلا بدي انا فرضا انه ready to drop مثلا زي كانه مرفوع واول ما عملتو بلاي نزل وبدي يتحرك او بتقدروا تخلوه زي كانه ثابت وبعدين بدي يتحرك او مثلا في عندكو تفاصيل كتيرة انه شايفين مثلا انه زي كانه مثلا كان مطوي ومباشرة انفرد فهاي التفاصيل اللي هي الـ starting position ويحكي لك شو اللي بدك ايه بالاساس يكون شغال انا رحط use pre roll اللي هو عاساس انه اساسا كان عم بيرفرف هلأ في ميزة كتير مهمة هون مثلا اللي بيشتغل جيف كتير بيهمه انه يكون فيه loop في الحركة فخلينا نروح هون على looping شايفين looping مثلا عسبيل المثال انا بدي اياه كل ثلاث ثواني في حقه هون الـ timeline بدي اياه يعمل loop شوفوا هون لما يوصل للاخير العلم عم بيرجع زي كانه بيقطعه بيرجع هذا ما بيزبط لو انا بدي اشتغل جيف ما بيزبط معاني فانا شو رح احكي لو بدي اياك تعمل loop فباكبس loop هيك هلأ هو سهر مستعد انه يعمل loop متى بدي اياه يعمل loop او باي فقرة لأي فقرة فانت بتحدد له من هون بدي اياه من starting frame انا بالنسبة لي اياه بدي اياه من الصفر لان انا رح ابدأ معاه من الصفر من frame صفر الفريم وين بتشوفوها اذا بتلاحظوا تحت هون بالزاوية في الفريمز فرح اروح من الصفر واحكي لو بدي اياه end متى رح اروح على الثلاث ثواني على نهاية الثلاث ثواني طبعا ما احشفت عشان يجي بالزبط على الثلاث رح نلاقي انه عنا هون على الفريم السبعة اه الستة وسبعين هو الفريم الاخير فمنروح هون نحكي لو looping in time سبعة ستة ستة وسبعين فهيك صار العلم loop شوفو عم بيرجع من اول وبعيد loop مستحيل ايه يبين معاكو فهدا اللي بيشتغل جيف رح ينبسط كراعها الميزة او بتقدروا حتى تعملوا انتو اعساس انه يختصر الوقت اللي مندل loop مثلا لها ثلاث ثواني ويظلوا يعيد فكتير ممتاز الحركات انا كتير فادتني ووضوع looping فيه اه تمام هلا اتحت كلياتها امور متعلقة في loop مثلا انه يدمج مثلا انه مثلا كان بيرفرف بجهة وبالدكية تبلند مع جهة تانية فتقدر تختار له عدد الفريمات اللي يعمل بلند فيها اه ما بنصح صراحة تدخلوا كتير بتفاصيلها منتها هي snow motion ازا بدك كمان لسلو موشن فرضا هلقوا مية بالمية سرعته بدي اياه مية وخمسين رح ياسرع شوي مثلا بدي اياه خمسين رح يبطأ زي ما انت شايفين خلينا مية بالمية اه فلاتن ادي بالدكية مفرود العلم انا خليتهم مية بالمية فانا لو مثلا بدي اياه تمانين بالمية فرضا رح يضلو بهاي الطريقة فلاتن فاااام هاي برضه تتعلق فيه شكل مشروعكو اللي بتشتغروه فانا رح اخلي عشرة بالمية عساس يبين كتير فيه فيه مرونة ننزل لتحت في عنا طبعا شادو كاتشر ممكن انه تستخدموا فيه شادو ممكن هون كمان الفورس الفورس اللي هو خليني نحكي بالعرب الفورس اللي هي مش لاقي الكلمة الفورس اللي هي انه عن جد مش عارف خلص ما معناه انه هون بتحدد له انه درجة الرياح درجة الاحتكاك درجة الجاذبية فمن عند فورس نختار التفاصيل هاي على سبيل المثال ممكن هون من الويند سبيد بريسيت هون بحكيك فيه عن التفاصيل جاهزة للويند للرياح فمنختار منها هون مثلا ويندي ويندي اللي هي يوم فيه رياح شديد فزاي ما انتشافين طبعا هو ليش هيك لانه احنا هون اذا بنرجع لفور احنا مختارينه زي عالم ضخم فلو خليناه اه لتل فلاق يبين معنا اكتر شافين كيف صار عندنا هون مبين انه فيه يوم فيه رياح شديدة اه ممكن تختار طبعا اكتر ممكن انت تزيد رياح السبيد ادنى وردها هاي هون رفعتها كتير فهيك صار مبين رياح شديدة فعندك تختار رياح من عند البيسيت لانت بتقدر تعمل كسف لسرعة الرياح لعندك اذا انا بقللها شايفين سرعة الرياح عندي فيها كمان حتى بالماينوس ممكن تخليها عكس هون قللت السرعة فصار يعني خفيفة اه ايش في عندنا كامير هون مثلا فضعي تفاصيل الرياح ممكن انت تختاروها انا رح ارجع سرعة الرياح لا متل عن تنين عاصبي بمثال يا دوبك فيه رياح طيب اظن هاي مفهوم الشغلة مش مش كتير بدها شرح اه دايركشن اللي هي واتجاه الرياح ليفت رايت فورو دعا اذا احبطنا فورو دح يكون لعننا رياح اذا كانت رايت رايت اذا كانت ليفت يعني برضه موضوع مشارح نفسه بنفسه ما بدا اشي هاي هاي اب يعني من فوق جاي فرح اخليها مرة تانية من عند الشكل هذا اللي هو من جهة الشمال تمام اه هون هاي اللي هي لبريسيتس هون اذا بدك تقسم انت بتقدر تختار الانجل تبعت الرياح فبتلش فبرضو هاي مشروحة في عناك الجاذبية فكل ما زدتها كل ما العلم صار جاذبيته على الارض اكتر ازا كأن الجاذبية الارضية اقوى كل ما خففت وكل ما حترت فعاكس لفوق هاي زا ما تشايفين صار لفوق فاذا كان فرضا فرضا حابب يعمل سيميليشن للعلم على فرضا القمر عنده مشهد الناس حطوا علم على القمر فانت بتخطي لجرافتي فرضا 0 صارت 0 بس طبعا 0 كاندفاء كجاذبية على الارض كونه في رياح فراح يظل فيه حركة بس اذا بتلاحظوا ما عم بينزل لتحت لانه ما فيه جاذبية انه عم بتحرك لحاليا بس من الرياح فعلنا هون التفاصيل تبعت الكاميرا من عم طريق الكاميرا اند لايت فاذا بتفتحها بتشوف عندك خيارات مثل انه بتقدر تستخدم اليوز كومب كاميرا اللي هو كاميرا الافتر افكت اللي ممكن انت عم تستخدمها اللي مثلا هاي كاميرا بتقدر تستخدمها كوسيلة لتحرك حول العلم او بتقدر تستخدم اللي هو منه فيه زي بلغين كاميرا بلت ان عفوا فبتقدر تحركها من جوه تفاصيل كاميرا بصراحة اذا انا بالنسوي اللي عندي اذا بفصلها يعني بيعلق البرنامج فعم بيفصل كل ما اعرف ليه فما رح اجربها لانه ممكن يفصل فراح اروح التجهل اللي بعدين مباشرة في عنا اللايت كولر هاي اللايت كولر بحكي لك مثلا اذا انت فرضا المشهد اللي عندك فيه عسابين المثال اضاءة بلون معين او غروب او اي اشي بدك اياه فرضا فمطلا هاي نحكي اصفل فلايت كولر عندك بس انه بحكي لك اشي لون الاضاء اللي عندك بتشدها بتخففها من الانتنسيتي طبعا الديريكشن تقدر تختار وين زاوية الاضاءة عندك فاذا منشوف احنا التفاصيل موجودة في البرنامج صراحة تفاصيل حلو يعني حتى لون الاضاءة اختيار زاويتها بتقدر تختارها اذا كان عندك اكتر من اضاءة فعندك لايت ون لايت و لايت كمان ممكن تستخدم اللي هو الانفايرمنت تقدر كمان تحط انت الاضاءة اللي بدك اياها كاينفايرمنت على اساس ياخد لون البيئة المحيطة منه وفيه هلأ بفرجيكم كيف ممكن نعمل هاد الاشي فتقريبا هاي كل التفاصيل الموجودة في الواجهة اللي هون هلأ خلينا انتقل للمرحلة الاجمل في هذا البرنامج هي لما ندخل على تفاصيل الداخلي رح نكبس على اللي هو مكتوب زاكسورك وهذا هو تفاصيل البرنامج من جواهة طبعا للحظة الاولى رح تتعقدوا تشوفوا هاي التفاصيل كلها تحكيه مش معقول كيف دي تتعامل مع هاي الشغلة فس الموضوع سهل اول اشي اللي بيشتغل شوية تفريدي رح يعرف يتعامل مع التفاصيل هاي من هون تقدر تتلف حولي العلم طبعا هاي اللف اللي هون هو مجرد ان انت بتلف حولي العلم لتشوفه ولكن هاد الاشي لا يؤثر على شكله الخارجي طبعا هون بتلف حوليه بدك تعمل زوم ان زوم اوت فالتفاصيل هاي سهلة انك تعرفها لحالك طيب خلينا نروح مباشرة على اللوحة اللي هون واختصريلكوياها بكم من تفصيله سهلة عندك من الوبجيكت كنترول هون بيحكيلك ازا مثلا العلم عندك يا مثلا الو طول محدد او عرض محدد فبتعدل الطول والعرض زي ما بدك من عند الويد والهاي فمثلا ازا كنت عندك متل عم تشتغل على مش علم خلينا نحكي هاي الرأي اللي بيحطوها بالمعارض اللي بتكون طويلة بالعادة فممكن تكون زي هيك على سبيل المثار طوان هننعمل زوم اوت فهاي هاي مثلا صارت زي الرأي اللي بيحطوها بالبلاي من هنا تقدروا تشوفوها هاي الرأي اللي موجودة في المعارض والعادة على البوابات كذا ممكن تزغروه اذا كان مثلا عندك شكل معيفة هاد الموضوع راجع للكو وشو متطلب الشغل تبعكو فانا رح راجع شوية شكله عادي تماما في عندكو كمان خلينا نحكي هون لوك اج خلينا نقربها شوي هون عشان تفهم علينا اشي هي لوك اج لوك اج مثلا اذا انا العلم تبعي بدي اياه مثلا متطلب الشغل تبعي انه ما يكون العلم ممسوك محل ما هو مربوط مش من هاي الزاوية انا بدي اياه مثلا العلم تبعي مربوط من فوق يعني بالتالي انه هو رف رفته لازم تكون لتحت فمنروح من عند الوق اج ومنختار من وين الربط طبعه لفت رايت توب اطم فانا بدي اياه توب فطان هو العلم اصار تحت هنا هنروح لعنده طب لما اخترت توب اللي صار انه صار زي كأنه مربوط ومفوق زي ما انتو شايفين طبعا هاد الحركته الحالية لانه احنا حركة الرياح وهي الشغلات مش عاملها ستمنح وتتذكروا احنا لغينا الجرافتي لما لغينا الجرافتي بطل فيه سحب لتحت فعم بطير بشكل عشوائي طبعا نقدر نرجع نختار من الوق اج طب باتوم كذا هلا فيه اشي حلو كمان اللي سايدز اللي سايدز بيعملكوا هاي الحركة هاي الحركة انا مرة اشتغلت فيها وفادتني كتير بحيث انه بدي اياه يكون فول سكرين حركته تكون فول سكرين فاللي عملته بهاي الطريقة فرضا شايفين كيف فكانت كتير شغلة اللي سايدز هاي كتير بادتني طبعا هون كمان في عنا اللي هي انه كم نقطة اتصال موجودة حتى هاي شغلة تقدر تختاروها اللوك بوينز متلا شايفين صار كامل زي كأنه ملزوق لزق من كل النواحي ممكن تختارو متلا الكورنارز اونلي فبصفي بس من الزوايا متلا تو سنترز متلا شايفين متلا صار هون اللي اختط الارتكاز تبعتو من هاي الزوايا فهاي شغلة سهل انكم تعرفوها سأرجع على دخل Cause & 1 center & 2 center لا Corner & 2 center & 1 center مني هاي الحركة فموضوع سهل انكم تعرفوها بهذه الشغلة سنرجع لتحت الكلوز هون بتختاروا شكل اللي بهذه المشاكل أو او loss هاي الشغلة انتو رح تعرفوها لما تشغلها مثلا ربري رح تبينه زي كأنه مطاطية لما يكون في رياح كذا رح تلاقوها شوي بتعمل stretch فانا رح ارجع على الاشي اللي هو default طبعا هون في تفاصيل كتيرة صعب ابدأ الشحة كاملة مثلا اللي هي مثلا ال edge mass مثلا ال edge mass اللي هي ادي الزوايا بدك اياها درجة اللي بتعملها اللي هي الانحناءات اللي بتصير فهي الشغلات تقدروا تتلعبوا فيها كتير طبعا رح اتركها لمخيلتك ولمتطلبات شغلكم رح اضلي على ال standard من وجودها بس خلينا نروح مباشرة على ال materials كيف ممكن انا اعمله شوية real estate شوفوا كيف نعمل احنا علم من الصفر بس كون real estate اول اشي بنعمله منروح مثلا نختار اللي هو المتيريال الفاضي فيه هون شوية اعلام جاهزين رح اختار المتيريال الفاضي اللي هو ال ready موجود منروح هون على ال material editor رح نختار شغلة اسمها standard color منضرنا على standard color لدينا تحت خيارات موجودة تقريبا بكل برامجيال الفاضي اللي هو ال color ال bump ال transparency فخلينا نختار بس شغلتين هون حاليا ال color نروح نكبس عليها ال color اللي هي عبارة عن ايش الصورة تختار الصورة اللي بدك ايها طبعا هي صار اللي هو علم هذا هو طبعا انت عشان تعمل update لازم تدرك تحمل layer و تحطه هون نروح على ال bump نعمل عليه click طبعا انا هون مختار شكل fabric texture اللي هو هاد الشكل نزلتوا من النت بس لا يكون شكل ماش ف رح استخدموه احنا ما طلعنا احنا قسا موجودين ها مشكلة ال البرنامج هاد لما يطلع اوكي هاي هلا انا هون شو عملت نزلت بمب عليك كيف بتشوفه بترفعه شوي شوي لما ترفعه بتبدأ تشوف تبدأ تشوف التفاصيل هاي طبعا زي ما اذكرت كله لازم بدنا نرفع المaterial طبعا هون قلب زي كأنه فيه اللقماش وتوش اللقماش بس طبعا ما بدكوا ترفعوها الاردان باب فقير رح أقللها مثلا لعسابية المثال 2 بالمئين واضح كيف صار شكله طبعا تقدر كمان تعملوا سكيل اصغر للبتن هاي اللي عملتها لتكسر فنكبس على اللي هي فيه هون زي كبسة عليها هيك مربعة اللي هي بتختاره قديش السكيل تبع بام تبعكو فانا لاحظ استخدم مثلا بديها يكون صغير مثلا بديها فرضا هنحكي عشرين رح أعمل اوكي فهلأ بالتالي رح تكون هاي اكبر زي ما تشايفين طبعا تقدروا تزغروا او تكبروها زي ما بتكو يعن لو حطيتها هون مثلا خليني أرجع بس أعملها هنحكي هنحكي اللي بدلا تروح الشاشة التانية مية وخمسين فرضا بعمل هيك شايفين العكس زغرة فهاي الشغلة اللي بتكو تستخدموه حسب ما انتو شايفين بعد ما تخلصوا من هاي التفاصيل طبعا فيه هون عندكو الـ مثلا ازا كان فيه العلم عسابينه مثال بتكو الزوايا تبعته شفاف فرضا فيه شرايط او اشي ممكن تستخدمو الترانسبرانسي طبعا الترانسبرانسي لازم تكون على ما عندي ما عندي اشي صراحة ممكن يزبط لازم تكون بي انجي مفرغ فهاي راح اضغيل الترانسبرانسي مش معنا حاليا بس اذا انتو تجربوها الشغلة مهمة كما لازم احكي فيها اللي هي اللايتنج شوفوا اللايتنج هون في عندك Ambient Color في عندك كذا فاحنا منقدر نختار لون محيط هذا اللي حكتلكو عنه Environment فرضا انتو عندكو مثلا العلم موجود في مشهد معين عسابين المثال صحراء او فمنروح على Image Based Lighting ومنختار منه Light معين فرضا بدي Light ياخذ Lighting تبع هذا المشهد بكبس عليها اخذ Lighting تبع هذا المشهد اللي انا اخترته او Lighting لهذا المشهد عسابين المثال مثلا مثلا هاي اخذ Lighting تبع هذا المشهد طبعا من هون كما تقدر تستخدمه انتو اللي هي التفاصيل تبعت قديش حدة انه ياخد من المشهد او يقلل او كذا فهي الخيارات برده وتبين معكو هلأ بعد من خلص نعمل اوكي مباشرة مفروض انتقل على العلم اللي عنا في الخارج طبعا كوني انا حركته من جوه مكانه غيرت Size تبعه بال Scale تبعه فتغير عندي هون برجع بعيد مكانه بس هون من Transform رح اكبره لعندي وارفعه لفوق ثم بصير هعمل Reset احسن Reset Reset اوكي رجعته على النص برجعه لعندي شوي باربو وبنزله تحت فهيك هلأ صار عندنا هاد العلم بتحركه بالطريقة بتقياها فتحطه مثلا خلفية احسن بمثال بتحط خلفية ببيضة وبعد ما تخلصه بتعملوله render بالطريقة العادية اللي احنا متعودين عليها لرندر اي اشي كونترول ام وبترندره بالطريقة اللي بتقياها فهذا هو كان البرنامج او البلغين اللي هو اسمه زاكسويلد اللي مختصص في الفلاق زي ما احنا شفنا يمكن الرزلط النهائي اللي طلع معنا لا مقبول لانا اساسا كنا نجرب هكذا تجارب عشوائية ولكن انتو اخدتوا الفكرة انا دايما بعطي اول الطريق رؤوس الاقلام وبترك الباقي لابداعاتكو لشغلكو شو الطريق انتو تحبوا تشتغلوا فيها وتقدروا تشتغلوا فيها على كل حال شكرا كتير لجميع اللي كل حدا عم يبعتلي كل حدا يتواصل معي اي اسئلة بتقدروا تسألوني اياها مباشرة عن طريق اليوتيوب او الفيسبوك اي انتقادات او اي ملاحظات طبعا مرحب فيها وشكرا كتير لكل حدا حاب يعمل شير او يساعدني في نشر القناة او يعمل سبسكرايب عساس توصل دائما لدروس اللي اول باول وانا ان شاء الله رح حاول ارجع للقناة زي اول واحسن من اول شكرا كتير للجميع نراكم لاحقا